في بردقاء وأسكنهم فسيحة جمالة وجز الله خير الجزاء أولادهم الذين هم على نجه فأحزن الله له الجزاء وتقبل الله منهم صالح هذه الأعمال وبارك فيهم وفي أهلهم وفي أولابهم وجعلهم من البقية الصالحة الذين تنشرونها بالخير ويدعمون هذه المشاريع مبارقة بالإنشاء قلوت الله والإنشاء على دور القرآن فجزاهم الله خير الجزاء وبارك فيهم وحفظ الله فيهم لهذه قمة الرجاء نجتمع نجتمع ويهم أحبا لا لنطلب مالا ولا لنطلب جاها ولا لنطلب منزلة في الدنيا ولكننا نجتمع من أجل أن ما تذكر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر هذا النبي العظيم النبي خصه الله بمزايا عظيمة ورفع قبله ومعه من شمده واختصه الله بخصائص عظيمة ليكون النبي خادم للبشرية وجعلنا الله عز وجل بفضله وكرمه لحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هذا النبي العظيم لأن كانته عظيم أحب الله عز وجل وأنتم سمعتم سورة القرآن والضحى من يلي إذا سجل ما ودعك ربك بمعك ولا داخل لتخير لك من الأولى ولا سوف نعطيك ربك بطلقا شو ربيك فش يعتني بالدنيان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه حتى يرضى في الدنيا بالآخر وينكله مني عم الله عالمي أنا يجد كيدي بالفآوة أي آواك وآوابك ووجد كبالاً أي حائراً في أمر قومي الذين يحبون الأصمار وهو حائل في هذا الأمر ومجدك عائلاً فأغنى أي كنت فقيراً لا تملك مات ولكن الله أغنىك وأغنى لك وممتك إلى يوم القيادة هذا النبي عظيم عشبي لأبي فيها الكفر فيها إحبادة الأصمار وبدأت حملها ثلاثمائة وزدون صنعاً تبتنيان ستين صنعاً وتبتعها الجعبة على بيت الله والله تعالى من؟ خلق هذه النبي الكريم في إدنا محمد صلى الله عليه وسلم اضربها للبيئة وحماهم من العالمين وحماهم من العالمين وكبر نحن نعاية الله عن فرجان فحماهم من هذا الضلال وحماهم من هذا الفساد إلى أن وصل إلى سن الأرحيم ما أفه الله إلى المجرية لجرعاه فقال له وما أرسلناك إلى رحمة العالمين رسول الله للنجرية لأنه النور هو الذي بسببه أخرج الله بالمجرية من نظرناه إلى الله بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نحن نعبد الله ونرحب الله ونسجد لله ونبتع لله ونصلي لله ونصول لله ولو نحبب صلى الله عليه وسلم لما أعرضنا ربنا لكن بسببه عرضنا ربنا وعرضنا هذا الدين والحمد لله ونسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرضنا ريته ورسله الله لله وماش عرضنا الحياة والحرار وماش عرضنا في باش يزال يكون يشرب ميت المسلم ويتزوج على جدال الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عرضنا بماش نرميه ليداتنا على الإيمان على النوحيد على حسن الخلق على الصدمة على المحبة للجميع وعرضنا كماش نرميه على البي كماش نرميه لكونوا صاحق يلهم ونكونوا صاحق يلهم ونكونوا صاحق من آخر يلهم عن الناس إذا محمس الله بسبب كماش نحب الليسان لأن مش هاد الليسان لا نقول به من الصد ولا نكرم بهذا الليسان أبدا ولا نسمه أحدا ولا ندعن أحدا أبدا وعن مسلم الليسان والقناب من قليل سينا ندعن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسوح مرزانا ما نسبو رسولة ولا نعنى ولوني نبنى بسبب سينا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا كيف تكاملوا معنى الزوجات الليالة من رح ومن رحمة ومن معرور ومن خير ومن خلقة طيبة ومن ابتسامة ومن رحمة ومن احساب ومن كيف تتعاويد عائداتنا فالرحمة وفالره والليل مكنش القسوة مكنش الغلطة مكنش الشدة مكنش اللح مكنش الشد مكنش الشد لا 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 السبب سينا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هوا تيفس كل الحالات لنا تبشي على طب على ذي الله على الصلاة والمستقيم بسبب هذا النبي العليم اللي الله كنا للانه اختاروا لما بأكدوا بالرسالة في قريح حمل الانا حمل شلائي سيدنا رسول الله وعليه لم يسبا طوما ولم يدعم احدا ولم يشتب احدا ماذا كان يكون صلى الله عليه وسلم اللهم اهل قومي تحنهم لا يعلمون هم طاردوه هم آدوه سبوه شتوه حصروه ثلاث سنوات وهم تحت الحصار الشديد حتى اكل اوراق الشجر صلى الله عليه وسلم اكلوا اوراق الشجر من شدة من جوه بخيران ثلاث سنوات وهذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صامر واحدسل عند الله عز وجل يحدسل حياةه لله ماله لله وقت لله عز وجل ومع ذلك لا يلعى قومه ولا يشتبره وإنما يسقم الله لهم الهداية ولما ضربوه من مكة خرج الى الطائفين ليدعونا سيدنا رحيب الله ومع ذلك في الطائف قربه قده ضربوه من حجابة حتى ساد دم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامزل الله على النبي جيريب قال له يا محب ها هو ملك الجنار أرسله مهو الان ومع ذلك يجب عليهم دي الجنالين ويجب عليهم الناس عند آخرهم ويجب عليهم الناس لهم طائف ومرهم عبره الأرض ويفعله فكانت الحبيب صلوه عليه وسلم سين محمد الله قادم لهنا هذا هو النبي لسم الله رحمة للتشبية لنحبه ولأعداله لأحد السواب فقال لا يا جبريم لعلم الله يفرج من يد أصبابه من يرحي الله وأنه لا من تنشط الله بشكله من يدعى الآخره وإنما لعلم الله في رجل الله أن يخرج الله ترجى منهم شيء يقول ربي الله وحقف الله رجاء سديدنا محمد رسولنا صلى الله عليه وسلم واشتبنا عليه قدر الموت الشديد إلى أمر اجنبع المراجل الكاملية لنقتل المحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد قتله وقطع لكي تسنعي في الليل وتبكرون للذين كفروا ل котором تدوك ومثلشون ويمكرون ويمكرون الله والله التال من الباكرين قال له رب العالمين الآن ها وجير ممكن للمزينة تخلص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى عدد أقلام أكثر من خمسمية كيلو ماتر عدد أقلام وهما محدثون لله عز وجل ممشي لله وكل ما يتحكمه هو في سبيل الله من أجل لله ممشي لنظيم الله تحب ينصر لها في ديني سلام حد لله وممشى المدينة صلى الله عليه وسلم من الله قلوب الأمصار الأنذيه هو صلى الله وحبوه وحيى الله له مجتمع المسلم الذي به طلق الدعوة للفاة ومن المدينة تنح الله على يد حباة رسول الله مكتن المكرمة وضحوها من العصر وصارت هذه البلاد بلاد الإسلام يهضع فيها الإسم الله ويهضع فيها ما هو دعا وهذا أنتم ترون المدينة التموضرة والممجدة المكرمة كما تشاهدون أيها اللحظة ترجمة نانسي قنقر